اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد نيلز آنين وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وذلك على همش مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشر وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد نيلز آنين مؤكدا أن مشاركته في مؤتمر حوار المنامة تجسد حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة التحديات المحدقة بدولها مشيدا معاليه بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة بين البلدين ومساعيهم الدائمة لتطوير أوجه التعاون الثنائي في شتى الأصعدة من جنبه عبر سعادة السيد نيلز آنين عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين والمشاركة في مؤتمر حوار المنامة مؤكدا حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على الارتقاء بالعلاقات مع مملكة البحرين على المستويات كافة منوها بدور مملكة البحرين الهام في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر